تتفاوت أسعار المنتجات الصيدلانية والمكملات الغذائية ومستحضات التجميل المحلية عن أسعار ذات المنتجات خارج المملكة وهو ما يطرح العديد من تساؤلات المهتمين على وسائل التواصل الاجتماعي نتابع ارتفاع أسعار المنتجات الصيدلانية والتجميلية والمكملات الغذائية ليست وليدة اليوم بل تتجدد كل فترة عندما يقوم المستهلك بجولة حول الأسعار يتضح له أن هناك اختلافا واضحا بين أسعار المنتجات الصيدلانية مقارنة بالخارج ما يدعو لاتخاذ إجراءات لتنظيم الأوضاع وجعل الأسعار أكثر واقعية والسقرار ورغم الحملة الواسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص هذه الظاهرة يظل السؤال قائما لماذا تتفاوت أسعار المنتجات عامة والتجميلية خاصة محليا وعبر المتاجر الإلكترونية معالجة قضية أسعار المنتجات الصيدلانية تتطلب تكامل الجهود بين الجهات المختلفة تحقيقا لمراقبة فعالة وضمان تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي الذي يعود بالفائدة على جميع فئات المجتمع النقاش معنا عبر الزوم من مستشار التسويق ماجد رشدي سيد ماشد أهلا وسهلا بك معنا في نشرة النهار مساء الخير بداية مساء نور رحل وسهلا بداية ما هي أسباب تفاوت أسعار الأدوية المكملات الغذائية المستحضرات التجميلية بين الصيدليات المحلية والصيدليات خارج المملكة الصيدليات المحلية غالبا تكون فيها الأسعار مختلفة عن العالمية لأسباب منها أول شيء المحلات هنا تحكمها مثلا التكاليف حق نفس المحل والترخيص طبعا والمصاريف البلدية وغيرها هذا ما هو السبب الرئيسي بس هذا أحد الأسباب السبب الثاني أن التسعير عندنا أحيانا يكون طبعا على حسب إذا كان هو مواد طبية مثلا أدوية أو كانت تجميلية الطبية تحكمها طبعا هيئة الغذاء والدواء وغيرها وهذه ما يتم تلعب فيها بشكل كبير مقارنة بالمواد التجميلية الطبية طبعا تطلع لها تسعير اللي هو متفق عليها من هيئة الغذاء والدواء وبعد كذا إذا جاء ينزل في السوق الصيدليات عندها واحد من اثنين يعني أنها تكون عندها اتفاق مع الشركة المصنعة أنها تأخذ الربح كنسبة من الأرباح أزيل معمول ويفا أي منتجات في أي قطاع آخر أو تكون تحط المارجن أو نسبة الربح فوق السعر المتجات التجميلية لا ما يحكمها شيء فعليا لأنه ما عليها الرقابة التي هي موجودة كسعر على الأدوية فهنا يكون سبب الاختلاف في السعر وهذا يبرر فرق الأسعار التي تصل ممكن إلى 300% أو أكثر؟ هذه للأسف أحيانا تكون مربوطة باحتكار التجار لسرعة معينة بحيث أنهم عندهم مسبق أنه فيه منتج معين الشعب مثلا يحب أنه يستخدمه فبدل ما يوفروا البديل أو بدل ما يكون البديل متاح بصورة كبيرة تلاقي لا يحط كل الناس طالبينه بطريقة منتشر بشكل أكبر فبالتالي إذا رفع الأسعار ما حد يقدر يعني يلجأ البديل ما يلاقي قدامه يعني من تجربة شخصية ممكن تدخل الصيدلية تطلب نوع معين من أنواع الأسبرين من أي براند ما يلو موجودة في السوق إذا أنت في براند معين تبغى بس أنت عارف أن الدولية موجود بس عندنا ما هو موجود أو موجود بصفة مثلا أقل ما يحط لك إياها على الكاونتر قدامك على طول لا يحط لك إياها وراء مثلا في الرف مختفي شوية ولا كده عشان ما يبغى تشتري من هذا المنتج يبغى تشتري من الشيء لكل الناس تبغى عشان يطبع تساعد زي ما يبغى فهي للأسف مربوطة بالقوة الشرائية للبلد هذا اللي يخليها بعض البلدان تكون أغلى من بلدان ثانية طيب أنت كمستشار تسويق كيف ترصد الأسعار خاصة بالمنتجات التجميلية المكملات الأدوية بين الأسعار الصيدليات عندنا وبرى هل معقول هل مبرر هذا أنا شخصيا لا أجده مبرر أبدا التبرير اللي هو البسيط اللي هو كاختلاف أسعار أوكي بس مو بالطريقة اللي احنا نراها الآن طبعا اللي يزيد الفجر أنت كيف تشوف يعني أوصف لنا اللي ترصده اللي أرصده أنا شخصيا حتى لما أجي أطلب أحيانا أشياء طبية أو الأشياء يعني منتجات من التجميلية مثلا الأهل ولا شيء الأسعار أونلاين تكون أرخص طبعا أرخص لها أسباب برضو يعني الشركات العالمية اللي تبيع يعني في ناس ممكن تستغرب الآن كيف شركة أمريكية مثلا أو الشركة أوروبية تبيع مستحضرات تجميل أو أدوية بسعر جدا جدا يختلف حتى في الشحن يعني ممكن تجيب منتج من أمريكا وسعر الشحن من أمريكا الهنا حسب ما أنت شوفي عن الموقع أرخص بكثير من منتج عن طريق صيدلية هنا بتأخذ أشياءها من دول قريبة مثلا السبب فيها يكون الشركات الأجنبية بالذات لو كانت كبيرة يعني شركات زي مثلا أمازون والغيرها من الأسماء الكبرى عندها مستودعات في جميع الحال العالم فسهل جدا عليهم أنهما يشحن المنتج بعد الشراء من أقرب دولة أو أقرب موقع لك بالتالي يكون الشحن أقد طيب اللجوء للأونلاين والشراء عبر الإنترنت ما يضر الصيدليات أو المحلات اللي تبيع هالمنتجات بسعر يعني أعلى أعتقد أنهما يلعبوا على وتر أن الأدوية أنت مستعجل أنك تبغاها يعني من جاك صداع مثلا بتروح الصيدلية الآن تبغى الآن تأخذ الدوة ما تبغى لسه تطلب أونلاين وعلى ما يوصلك يعني حتى الصيدليات ما شاء الله المحلية عندنا تعطيك التوصيل عندهم خلال نفس اليوم يعني يحطوها في كل وقصات عندهم أنت يطلب مننا خلال ساعتين إلى خلال نفس اليوم فيلعبوا على هذا الوتر فرق بما أنك ذكرت الأدوية نحن كنا نتكلم عن المنتجات التجميلية والمكملات الغذائية فرق الأدوية وأسعارها بين الأونلاين أو الصيدليات في الخارج والصيدليات في المملكة كم تفريبا؟ ما تحضرني نسبة بس أحيانا يكون دبل السعر أحيانا تكون لبعض الأدوية تكون دبل السعر اللي عندنا مثلا بـ 70 اللي عندنا مثلا بـ 140 برأة تلاقي بـ 70 ريال هل هذا صحي؟ وإيش اللي ممكن يصير أو تقدر مثلا هيئة الغذاء والدواء وزارة التجارة الجهات المسؤولة إنها تسويه عشان تحافظ على الأسعار بمستوى معين حتى لا يقارن بشكل كبير بين الأسعار في الصيدليات الموجودة هنا وبين أماكن أخرى عدم ترك المنتجات نفس يعني يعني هي الآن متروك نفسها نفس موضوع السوبر ماركت السوبر ماركت لما تروح تشتري عصير معين ممكن تلاقي هنا بسعر وهنا بسعر مختلف وهو نفس المنتج لأنها تركيها يعني منتج تجاري ما هم حطيه في بالهم إنه منتج طبي أو منتج مثلا تجميل التجميل طبعا حكم وحكم أي شيء ثاني من المنتجات حتى الجوال والساعات يعني ما لها حكم يحكمها المواد التجميل بس الأدوية عليها مفروض أن هي رقابة بس أتوقع مفروض يكون فيها رقابة بشكل أكبر على الموضوع طيب إذا تكلمنا مثلا عن الأدوية أو حتى المستحضرات التجميلية ليش مثلا في الدول الأخرى ما ترتفع الأسعار بالشكل هذا ليش ما يكون مثلا في والله التاجر مثلا يقول والله أبغار فأدب أدب للسعر ثلاث مرات أو مرتين وش يفرق عندنا يفرق عندنا أننا نستورد كل شيء فمو زي دول برة يصنع المواد عندهم حتى الدول العربية القريبة مننا عندهم أنهم يصنع الأدوية عندهم فالسعر يكون رخيص مقارنة بالبديل اللي هو يكون أجنبي فبالتالي ما راح يتحمس المستهلك أن يروح للبديل الأجنبي لأنه شاف المحلي حتى لو كان التركيز أقل في جودة المنتج الطبي راح يرجع المحلي أنه شاف أن السعر وخلاص ينتخل الجميع طيب أخيرا كمستشار تسويقي ما الذي تقترحه لحل هذه المشكلة أو هذا الجدال الذي يحصل في مواقع التوصل الاجتماعي دائما حول الأسعار وتفاوتها مقارنة أسعارنا دائما بالأسعار العالمية ومحاولة تسد الفجوة بقدر الإمكان عشان بس الماركت شير أو حصة السوقية حقتنا تكون يعني قريبة للمنتج العالمي من الجهات المباشرة اللي لها علاقة بهالموضوع حسب علمي وزارة التجارة والهيطة الغداء والدواء وبما أنها بضع الصدليات صدليات محكومة طبعا بالبلدية ترجمة نانسي قنقر